مملكة البحرين ألقاها سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة حيث أوضح سعادته أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي ويعد كذلك عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والشامل وأنوها بأن السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وأعرب مساعد وزير الخارجية عن إيمان مملكة البحرين الراسخ بأنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط عن طريق قرارات فردية من جانب واحد وأكد سعادته في ختام كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أكد على دعم مملكة البحرين للخطوات التي يراها مجلس جامعة الدول العربية داعيا سعادته المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية والقانون الدولية ترجمة نانسي قنقر